كشفت أوراق العمل التي قدمها المتحدثون في جلسات مؤتمر البحرين الرابع للسكر والغدد الصماء أن الدراسات الحديثة تشير إلى تطورات كبيرة في مستقبل العلاج الدوائي لمرضى السكري ستساهم بشكل كبير في الحدي من المضاعفات التي قد تنتج على المدى البعيد حيث أكد المشاركون إلى قيام شركات الأدوية مؤخرا بإنتاج العديد من الأدوية الحديثة لمرضى السكري وصرح الدكتور ويام حسين استشاري أمراض السكري والغدد الصماء إلى أن الجلسات تناولت موضوع علاقة أمراض القلب بالسكري كأحد المضاعفات التي تنتج عنها مشيرا إلى أن آلية اختيار الدواء المناسب لعلاج كل حالة حسب تشخيصها بات يكتسب اهتماما متزايدا على صعيد أمراض الغدد الصماء ركزت جلسات المؤتمر على أمراض الغدة الدرقية كفرط نشاط الغدة وما يحدثه من تأثير ومضاعفات على القلب والعظام وتم بحث كيفية علاج المرضى حسب كل حالة وكان مؤتمر البحرين لداء السكري قد افتتح في نسختها الرابعة برعاية وحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى لصحة وسط مشاركة فاعلة من الأطباء المتخصصين وأطباء الطب العام والكوادر الطبية من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون وعدد من الدول الأوروبية وشهد اليوم الختامي للمؤتمر توزيع جوائز لأفضل أوراق العمل المقدمة وذلك من منطلق التشجيع على البحث العلمي والابتكار نحن في المؤتمر بدأنا في أمراض السكر اللي هي أكثر شائعة ومهمة جدا لنا تحدثنا عن الأدوية الحديثة والأدوية اللي إن شاء الله حتيجي خلال السنوات الجاية طبعا هناك أنواع من الأنسرين نسميها الأنسرين الذكي اللي ممكن المريض ياخدوه مرة واحدة بالأسبوع زي أدوية الحين اللي نستعملها زي الأوزومبيك والهرمونات الثانية نستعملها مرة بالأسبوع هذه بعد تطورت وحنصير نستعملها كحبوب لتخصيص الوزن والسكر ومؤتمر بدأ من المؤتمرات المهمة التي تقام في البحرين كل عام وتتحدث عن أمراض الغدى تصمى للأطفال والكبار مضاخة الأنسلين من الأشياء المهمة لأطفال السكري والتي تم استحداثها مؤخرا وآخر مضخة أو أحدث مضخة توصل لها العلم تسمى بالبنك رياس الصناعي وهي التي تقوم بقياس مستوى السكر وإعطاء الجرعات المناسبة من الأنسلين للأطفال وهذا بدوره يؤدي إلى تحكم أمثل في مستوى السكر وبإذن الله تجنب المضاعفات أنا شرف لأليكن اليوم بالمؤتمر هون مؤتمر بدر هيدا مش أول سنة بحضر المؤتمر هيدا مؤتمر عظيم وبيفيد الناس كتير بنتعلم منه في خبرات بتجي من البحرين ومن دول الخليج ومن أمريكا ومن أوروبا بنتعلم على موضوع السكر على موضوع الغداد أنا تكلمت على موضوع الأورام بالغد القذرية والغد النخامية اللي هو شيء شائع بنشوفه بالعيادة وهي عادة هيدا بتكتشف بالصدفة لما تكون فيه ورم الهدف نشوف إذا هو حميد أو خبيس وبنفس الوقت نشوف إذا بيفرز هرمونية سايدة أكترية الوقت بيكون حميد بس فيه فحوصات دم وفحوصات أشعة بنعملها لن نتأكد من هالشيء وعلى موضوع الغداد فيه كان لكتشورز عن موضوع الغد الثايرويد كانسري اللي متعلمنا منه كتير